موسيقى موجز الأخبار رمان قرأت يا من شباب أهلا بكم قالت قوات الجيش أنها حصرت جبل الأراك والمنطقة الفاصلة بينه وبين منطقة وضو غرب مديرية حريب محافظة مأرب بعد مواجهة ضارية مع ميليشيا الحوت الارهابية وشنت قوات العمالقة ومحور سبأ هجمات مضادة لاستعادة بعض المواقع كما دفعت بقوات إضافية إلى حريب وجه مجلس النواب الحكومة باتخاذ إجراءات لوقف العبث الذي تمارسه المنظمات الدولية بالمساعدات الإنسانية جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس المجلس سلطان البركان إلى رئيس مجلس الوزراء مع العبد الملك بشأن ما أثير حول عبث المنظمات الدولية العاملة في اليمن ببرامج المساعدات الغذائية والإغاثية والإنسانية والأموال المخصصة لتلك المساعدات طلب ملتقى الموظفين النازحين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بإصدار أمر بصرف مرتبات الموظفين النازحين للأشهر الماضية وأدن الملتقى في بيان استمرار وزارتين مالية والخدمة المدنية تأخير وعرقلة صرف مرتبات الموظفين النازحين لشهرين يناير وفبراير من هذا العام واصلت أسعار صرف الريال استقرارها مقابل العملات الأجنبية في تداولات أسواق الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظة المحررة وسجل سعر صرف الريال السعودي ثلاثمائة وواحد وثلاثين ريال للشراء مقابل ثلاثثمائة واثنين وثلاثين ريال للبيع بما سجل سعر صرف الدولار الأمريكي ألفاً ومائتين وخمسة وأربعين ريال لشراء مقابل ألفٍ ومائتين وثلاثة وخمسين ريال لبيع شيعة في مدينة تعز جثمان الصحفي مفيد الغيلاني لمقبرة الشهداء بعد الصلاة عليه في جامع السعيد عقب صلاة الظهر اليوم الأربعاء وعبر المشيعون عن حزنهم وألمهم للرحيل المبكر الذي سبقته معاناة الفقيد خلال حياته نهاية الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة